مرحيم اهلا بكم يا شباب في الفيديو ده نتكلم عن المانوال بريك جلس او المانوال كول بوينت ليها اسمين مانوال بريك جلس او مانوال كول بوينت الهدف منها ان لو في حد من الافراد لاحظ وجود حريق قبل الحساسات ما تحس بيها يقدر يضغط على المانوال كول بوينت ويدي الارم للناس اللي موجودة في منها انواع فيه نوع بيحتاج يتغير بعد كل عملية اللي هو بيتكسر اصلا بنسميه على السينجل اكشن كول بوينت تمام زي اللي موجودة على اليسار ده ونوع الثاني بنسميه بيكون فيه بول او فيه زراع سحب تمام زي اللي موجودة على اليمين اللي هو الدابل اكشنه انا فيه عندي سينجل اكشن وفيه عندي دابل اكشنه مهمة جدا لو الاجزاء دي بتبقى ركبة في مكان خارجي لازم اراعي الابي الاندكس بورتكشنه بحيث يبقى المانا والكول بوينت بتكون ووتر بروف او وزر بروف طبعا لو هي ووتر بروف بيبقى فيه كفر موجود عليها خارجي اقدر ارفع الكفر انا اثناء الحريق وابدأ اخد اكشن ان انا اضغط بريس هير زي ما كاتب لي هنا في اليسار او اشد الدراع طبعا المسارات بتركب المانا والكول بوينت في الاماكن اللي بيقدر يهرب منها قاطين المبنى او الناس اللي موجودة في المبنى عند السلالب مثلا بتاعة الهروب زي ما احنا شايفين فيه المخطط عند اليسار هنا فيه مانا والكول بوينت فيه عندي اماكن للهروب طيب اقدر كمان احط المسافات حسب الكود كام المفروض المكسيمم 45 متر بين كل اتنين مانا والكول بوينت ارتفاع الكول بوينت بيكون من الفنشد فلور يا شباب من واحد واثنين من عشرة الى واحد وستة من عشرة غالبا بنركبه على واحد واربعة من عشرة متر من الفنشد فلور طبعا لو فيه طرق طويلة بتبقى المسافة 45 بين كل نقطتين او بين كل اتنين مانا والكول بوينت الكود المصري بيقول بين كل اتنين مانا والكول بوينت اقدر اخليها 30 متر مش 45 زي ما احنا شايفين هنا كده عندي اماكن الهروب بركب زي اللي فوق بعد السلم دي على اليسار بركب اللي هو الجزء ده بركب مانا والكول بوينت هنا برضو عند المخارج بركب مانا والكول بوينت طبعا بتتوزع في المخطط المانا والكول بوينت بتاعتي حسب اماكن الهروب والاماكن اللي الناس تقدر تطلع منها في حالة انذار الحريق وهو يقدر يدي تنبيه للناس اللي موجودة في المبنى من خلال الضغط على الكاسر لو الحساسات لسه ما شافتش الحريق او عملت قلارب شوفكم في فيديوهات تانية خاصة بانذار الحريق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته